السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم من جديد في حلقة جديدة في الحلقة دي هنتكلم عن ميركاتو المريخ وأخبار كثيرة جدا عن نادي المريخ هنفصلها معاكم في هذه الحلقة نتكلم كمان عن المريخ ومردوده اللي كان في الدورة الأولى هل بعد انقضاء الدورة الأولى المريخ في المركز الثاني هل ده بمثابة النجاح وكمان حتى تميز اللعبير الموجودين على مستوى المريخ بكل بساطة لو تكلمنا عن الشق الإداري الخاص بالمريخ الثبات وكمان الهدوء أو حتى الاستقرار الإداري الموجود في المريخ حاليا حاجة انت فعلا تتمناها دائما للمريخ في آخر أربع سنوات التقلبات اللي كانت كثيرة جدا جدا اللي يمكن يعني أسقطت المشاكل على الفريق وخلت الفريق حتى على مستوى الدوري تكون يعني منافسته على الهلال بتكون ضعيفة جدا تحسنه زي الفي كان استسلام أن الهلال خلاص فاز بالدوري أو حتى قبل ست سبع جولات تحسنه الهلال خلاص بقفارق على مستوى النقاط المريخ حاليا بالاستقرار الإداري اللي انعكس عن نتائج في الفترة الأخيرة تحسنه فعلا ده الاستقرار الإداري اللي انت محتاجه في مناحي كثير جدا على مستوى الفريق في القرارات اللي موجودة على مستوى الفريق يلعب خارية سودان داخل السودان لسه المشاورات شغالة على مستوى أنه حنلعب في ملعب الهلال طلعت أخبار قوية جدا والمريخ حيلعب في ملعب الهلال في السودان عشان الفريق يعانق جمهوره وتكون المساندة قوية جدا في مجموعة صعبة لدرجة بعيدة من الصعب انك تختار ملعب بديل خارج السودان يعني الاخوة لو حتى الاخوان بيناتهم بتحصل حيات كثيرة جدا لكن في النهاية اعتقد انه مصالح بعض مفروض دايما نرى اليها عشان كده مهما كان حصل رفض من ادارة الهلال العقلاء ممكن يكونوا تدخلوا واتت الموافقة من الهلال في المريخ يلعب في ملعب الهلال ودي واحدة من الحاجات الجماعة الادارية والحنكة الادارية بشكل متميز جدا حتى ولو في معظم الجمهور رافض انه الناس مش تلعب في ملعب الهلال معظم او حتى كل جمهور الهلال رافض انه المريخ حتى يلعب في ملعب الهلال في النهاية مجلس ابو جيبين اعتقد انه الجزئي دي بتفيد المريخ بالشكل كبير انا ممكن جدا اتقاض عن حاجات كثيرة جدا عشان المريخ يلعب وسط جمهوره في السودان واقدر استفيد من القاعدة الجماهيرة لان احنا عارفين بكل بساطة انه دايما كورتنا الجمهور دايما هو الداعي الاساسي وهو من عناصر النجاح المهمة جدا نحن بنشوفه دايما على مستوى كورتنا عشان كده النجاح الاداري الموجود في المريخ الاستقرار الاداري اللي انت بتشوفه في المريخ حاليا اللي بتتمنىه لك زمن اليوم بتشوفه على مستوى القرارات وكمان حتى انه بتحاول تشوف مصالحك دايما تحاول تاخد من الموافقة من الهلال يتدخل عقلاء يكون في علاقة قوية بينك وبين المجلس جاك رفضه في النهاية لسه يعني ما موافق او ما عايز تخد فريقك في انه يلعب خارج السودان وتجي وتجيب الموافقة في النهاية فبالتالي تحسب لمجلس ابو جيمين في انه دايما بيفتش عن مصالح المريخ زي ما قلنا الاستقرار الاداري الموجود في المريخ وكمان حتى على مستوى الاتيام بمدرب شوية فاهم على مستوى الدوري ممكن جدا اتمنين مدرب يكون افضل لان احنا رؤية نايمان الاندي السودانية القمة السودانية مشاركات الافريقية ريكاردو حاليا نجح على مستوى الدوري نجاح منقطع النظير نتكلم عن مدرب قدم مستوى ومردود طيب جدا بعد ما الفرق بينه وبين الهلال كان اكتر من 8 او حتى 9 نقاط الان المريخ الفرق بينه وبين الهلال على مستوى انقضاء الدورة الاولى من الدوري الممتاز هي نقطتين بس وكمان حتى الامكان الكمباك اللي كانت مميزة جدا في انك تفوز في 4 او 5 مواجهات مع تعادل وحيد امام الهلال من بعيد حتى المواجهة الناقصة بين الفريقين من المؤجلات اللي هي المواجهة الناقصة بين الهلال والمريخ عمام حيال وادي نيالا المريخ بيفوز فيها وبخلي فارق النقاط بينه وبين الهلال بعد ما كان 5 نقاط بعد انقضاء المباريات الخاصة بالدورة الاولى هي المواجهة المؤجرة الوحيدة المريخ فاز بها يقلص طلاطة نقاط من الفارق واصبح الفارق نقطتين بس فبتالي تحسب لمجلس والجهاز الفني واللاعبين والاستقرار الاداري اللي يمكن دايما كل ما يمشي لجدام مؤكد حل المريخ هيستفيد اكتر في الاستقرار القرارات اللي بتكون دايما من مصحة المريخ انه يكمل اكتر واكتر على مستوى الدوري الممتاز وكمان يا جماعة المشاكل الادارية اللي كان موجود في المريخ قبل كده انعكست بشكل مباشر على اداء الفريق المريخ فاقد الدوري لمدة سنتين على التوالي حتى المنافس حيث انه زي المستسلم انه الهلال بيفوز على مستوى الدوري لانه الصراعات كانت كبيرة جدا ما كان فيه تركيز من الاداريين على انه المريخ مفروض يفوز بالدوري الممتاز او حتى يركز على مستوى المباريات فكانت العثارات كبيرة جدا بالنسبة للمريخ لو يتكلمنا عن اداء الفريق وانصفنا كادارة وغيره وغيره لا بد من ان نتكلم عن اللاعبين وحاليا نمكن النقطة اللي بتكلم عنها مجموعة لعيبة المريخ في الدورة الاولى قدموا مردود طيب كمجموعة حتى كانوا مصابين ورجعوا اللاعب الوطني المحترفين معظمهم قدموا مردود طيب بس فكرة محترفين قدموا مستوى عالي انا دي ما حاسن انه ممكن نحن يعني لنقول ما فيش نهاية ولنقول كمان في محترفين لكن لو قلنا ما فيش نهاية مؤكد حانظهم واحد زي براين ادينسون اللي هو اللاعب الابرز في المريخ على مستوى الدوري السوداني في المشاركات الموجودة بنتكلم عن اللاعب قدم مردود طيب اللاعب كان غابه وسيل انه يتم منها تعاقد معاه خلاص كل الناس وافقت على الكلام ده في انه الثلاثة محترفين الموجودين في المريخ حيمشوا لكن الوديات اللي اتعملت او حتى التمارين اللي كانت موجودة في منعب واد النيل والمباريات اللي كانت موجودة في التوقف العدد الخاص من المنتخب الوطني رجعت لللاعب وكان هي الفترة الخاصة به عودة او حتى استلام ريكاردو للفريق فرجع اللاعب وقدم مردود طيب واقم عن ريكاردو واصبح يشارك على مستوى الدوري يسجل الهداف لغاية ما وصل مع المريخ انه يكون تاني هداف برصيد الهداف تاني من الهدافية الدوري الممتاز الهدافين عندهم سبعة ثلاثة او اربعة وهم مباشرة بعدهم عنده ستة هداف لاعب محور ارتكاز على مستوى محطة طاعة صناعات لعب لاعب مسؤول من تهدئة اللعب تهدئة الرتم لاعب ممرر بالدرجة الاولى يجي الليل يكون صانع وهداف للفريق فبالتالي تمييز كبير جدا بالنسبة لهذا اللاعب تمييز كبير بالنسبة لريكاردو في انه استخدم اللاعب بالمستوى الافضل فبالتالي التجديد بالنسبة لهذا اللاعب اعتقد انه واحدة من الضربات المهمة في انه كده اقل شي بتخط عنصر يكون على مستوى الخطة الوسط حتى ولو رجع التشلي مستوى ورجع محمد هاشي ما اتكت المستوى وما العالي وكمان حتى التاج عقوب ومحمد الرشيد وعمر طيفور كلهم رجعوا لمستوى من المتميز فهو خاصيته في اللعب يا جماعة مختلفة اتكت بوكس ممكن تحرك يزيد هجوميا هو كهداف بشكل متميز براين ادينسون ممكن يزيد لكن برضو من اللعيبة صناع اللعبة المحطة اللي بيكون دايما على الاطراف بشكل متميز قدامة 18 يعني ممرر تديه الكورة في اضيق المساحات يقدر تصرفها بشكل متميز عشان كده ما تتخيل انه ريكاردو طول ما هم وجود في المريق ممكن استخدأ تستغنى عن واحد عن براين ادينسون اللي يكون في واحد خلاص جاي مستوى يكون مختلف تماما عشان كده ضربت معلم انه اللاعب تتعاقد معه لمدة سنة وكمان حتى تزيد الشرطة الجزائي الخاص بهذا اللاعب فبتالي تجديد اللاعب براين ادينسون مع المريخ في كموسم جاي لغاية اغسطس 2024 اعتقد انها واحدة من تفاصيل واحدة من القرارات المهمة جدا بالنسبة لمجلس ابو جبين استمر التميز مجلس ابو جبين على مستوى تجديد التعاقد ايضا او حتى تمديد العقد بالنسبة للاعب تجديد يعقوب لغاية 2025 نوفمبر 2025 يعني لسه مددته ثاني ثلاث سنوات فبالتالي بنتكلم عن لاعب متميز جدا حتى برضو قدم مستوى متميز الاهم من عنصر اساسي في تشكيل ريكاردو من ابرز اللاعبين المميزين ارهاصات برضو كانت كبيرة جدا في الصيف ملفات بتكلم عن شطب اللاعب تجديد يعقوب ودي واحدة من الحاجات اللي بتوريك انه قدر شنو كان في مشاكل ادارية في المريخ حتى ما كانت عندها رؤية فنية تقدر تقيم ما بين اللاعب الكويس واللاعب السيء فتاج الدين واحد من اللاعبين اللي اثبت امكانياته اثبت نفسه على مستوى وسط المريخ في الفترة الفاتت مع غياب محمد الرشيد وكمان حتى عمار طيفور في الفترة الاخيرة بالرقم من رجوع عمار طيفور التاجي السماسك مكانه فبالتالي هنشوف كيف هتكون المنافسة عودة التشلي مستوى الحقيقي محمد هاشي متكد براين ادنسون وكمان حتى عمار طيفور محمد الرشيد زي ما تكلمت من شوية عدد من اللاعبين اللي حيرجعوا لمستوهم حتى ضيادين محجوب عدد من اللاعبين الموجودين على مستوى وسط المريخ كيف لما يرجعوا كلهم في فورما واحدة حتكون كيف مشاركات واحد زي براين ادنسون وكمان حتى متاجي عقوب اللي هي مقارنة او حتى استنادا عن الخطة اللي هيشتغل بها لكن من الحاجات الممكن تكون اشبه انها هي مضمون المكان والمركز بتاعه طالما واصل التألق بالمستودة هو اللي بنتكلم عن براين ما تنسون لانه وظيفته كمان حتى تمركزه وتسجيله لهداف والدور اللي بيعملوا مختلف من اللعيب اللينا كلهم ذكرتهم على مستوى المريخ وكمان حتى جماعة الشرطة الجزائي ارتفع في المريخ كان الان اتناشر الف دولار بس فارتفع لوضعية مختلفة او حتى لرقم اكبر من كده بكتير من الحاجات اللي يمكن شفتها وشويا عندها لها تحفظ اللي هي عودة امير كمال في هذه التسجيلات يعني خلاص البرازيل ريكاردو يؤمن على استعادة ختمات القائد امير كمال ويراهن على اهمية وجوده في المرحلة المقبلة اهمية هذا اللاعب تكمن في غرفة الملابس على مستوى قائد وكابتن كبير جدا مردود فني مع تواجد لعيبة في المريخ على مستوى خطة دفاع تميز كبير جدا بالنسبة لحمزة داود داود مصطفى كرشوم اللي هو اللاعب اللي جاي من الخرطوم الوطني مباشرة اللي اقحم نفسه في التشكيل الاساسي كسرة بنتكلم عن عدد من اللاعبين اللي بقدم مردود طيب لدرجة بعيدة ممكن امير كمال يقدم او يكون كخيار بديل في الفترة القادمة ومؤكد انه من الصعب انك تستعيد لاعب من اصابة قعدته اكتر من 8-9 شهور انه يجي موجود يكون موجود على مستوى التشكيل الاساسي فبالتالي لا كرشوم ولا كسرة ولا حتى حمزة داود ممكن جدا يسمح لأي لعب حاليا من المريخ يجي يكون موجود كاساسي بيناتهم حتى ولو كان امير كمال فبالتالي امير كمال لو رجع في جاهزية افضل من الجاهزية اللي وقف منها مؤكد انه ممكن جدا يكون كاساسي من اول المباريات عشان كده طريقة ادارة ملف خطوط الدفاع في المريخ او خط الدفاع في المريخ من ريكاردو في الفترة القادمة اعتقد انه هتكون انه ما حيكون في اضافة مدابعين من الدور الممتاز ولا حتى محترفين في امكانه انه يعتمد على اللعيبة الموجودين ويشارك بهم بشكل متميز لان احبتكلم في المريخ في التمييز كبير جدا على مستوى خط الدفاع ويعني المردود كان عالي جدا فبالتالي استعادة امير كمال ممكن يعني تزيد من الخيارات على مستوى الفريق ولو اننا دايما يعني امير كمال كعمر كغير وحياة كثيرة جدا ممكن اه تتحاول تخطك على ما تستفان في راجعة هذا اللاعب واتمنى انه حتى التمديد او التجديد او حتى اضافة اللاعب ما تكون اكتر من سنة دايما سنة تشوف تقيم في مستوى اللاعب عشان بعداك تشوف هيقدم لك شنو مهما كان كابتن مهما كان قدم كل شيء المريخ هو ذاته ما بحب المريخ انه يقدم او يقدم مستوى يكون اجلى او حتى يكون موجوده في مركز المريخ مفروض يعني يستقدم لاعب يكون افضل من امير كمال عشان يقدم الافضل عشان يزيد من خيارات المدرب ريكاردو على المستوى الدور المحلي وكمان حتى افريقيا صاح اسم كبير كابتن كبير وهو كابتن المريخ حاليا لكن حتى طريقة استعادت ومفروض تكون مبنية على شيء فني انت تقدر فعلا تقدر تلمسه في اول ستة شهور من استعادته على مستوى الخيارات المفروض يمنح ليك سوى كان بديل بلعب على مستوى الثلاثة على الاربعة يقعد اساسي في النهاية تم محتاج تشوفه في التفاصيل دي تجديد اكتر من سنة مؤكد انه حيدخل المريخ في مشكلة ممكن تكون كبيرة في الموسم القادم في انه لاعب ممكن ما يقدم المردود الافضل بالنسبة ليه بحكم السن والاصابة الطويلة اللي هو كان فيها من التفاصيل التانية الخاصة بالمريخة معسكر الفريق اللي حيكون خارجه في القاهرة حيكون بفندق حرص الحدود الحدود بمدينة نصر طبعا من الفنادق الكويسة جدا جدا ودي واحدة من الحاجات الجاهزية الادارية اللي اعتقدينها من بدري جدا اللي هي ترتيب او حتى تمهيدا لمجموعات دوري ابطال افريقيا وكمان حتى لدورة تانية من الدوري الممتاز المريخ في حال اكمال التعاقد مع عدد من اللاعبين المحترفين اللي ممكن جايبهم ريكاردو بتكلموا عن ثلاثة برازيلين حيجوا من البرازيل جايبهم المدرب ريكاردو وخلاص حيكون على وشك انه يبدأ معسكر في القاهرة اللي اتمنى انه فعلا كما اشيع انك انت حتلعب مباريات ودية مع بيراميدز البنك الاهلي وسيراميكا كيلوباترا تخيل ماي حتى البنك الاهلي وسيراميكا كيلوباترا بيراميدز ات كمريخ ما بتقدر تطلب المباريات او تطلب الفرق دينا تلعب معاك على مستوى التجهيزات او حتى التحضيرات الخاصة بالموسم يعني قبل كده انا شفت مباريات للمريخ في معسكره في القاهرة مركز شباب شنو كده ما عارف كرداسة مركز شباب شنو الفرق والله ما سمعت بيها ولا دور الدرجة التالتة في اي مكافر خرطوم يمكن ما يرضى يشارك معاهم بالرغم من الفرق كله موجود على مستوى انك انهم بلعبوا في الدوري المصري لكن دائما حاول فتش لفرق تكون ما بالضروري يكون عندها شفنا قبل كده اندي كبير لعبة ايضا مع المريخ او حتى مع الهلال اعتقد ولعبه بالصفة التالت والصفة الرابع الزمالك اعتقد لعب مع المريخ بفريق الشباب وبرضو فريق الشباب كسب المريخ عشان كده الجزئية دي مهم جدا انك تلعب مع فريق يقدر يحترم امكانياته وحترم معسكرك وحترم الفائدة اللي مفروض انت ترجوها من المواجهات بالمستوى العالدة عشان كده المباريات اللي وديه في القص بتعمل عشان تستفيد منها تقدر تجرب تقدر تجرب خطط تجرب لاعبين تشوف وتكتسب خبرات تشوف الجاهزية بتاعتك وصلت لغاية وين خصوصا انك انت هتلعب في مجموعة هتكون صعبة على مستوى البطولة الافريقية عشان كده نتمنى انه الحاصل قبل كده ما يتكرر تاني وانا قبل شوية تكلمنا عن مجلس الادارة بشكل متميز فبالتالي عايزين التميز والاخطاء اللي كانت قبل كده تستصحبها معك عشان تقر تعالجي على مستوى المعسكر وتستفيد افضل استفادة من معسكر القاهرة عشان يهزك بشكل متميز للبطولة الافريقية اخر خبر معنا هو خبر ان المريخ حيرتدي ازياء من شركة جيفوفا خلال دور المجموعات في دوري ابطال والدورة التاني على مستوى الدوري الممتاز صراحة في المريخ في حاجة بالرغم من المشاكل الادارية اللي كانت موجودة سواء كانت اتفاقات خاصة بجمهور خاصة باقطاب خاصة بقيمة مالية تدفعها خاصة بعلاقات كويسة جدا الليبس دايما كوالت بتاعته على التصاميم كويسة جدا حتى ولو ما في تعاقد مباشر كان قبل كده اعتقل شركة تيمبو في الموسم الفات الحاجات ده حتى ولو ما كان في تعاقد نظرينك تدفع عليه قروش وكده وكده في لبس بيجي بشكل متميز حتى ولو انت حاليا ما تعاقد تشتريت بس برضو خطوة كويسة فينك تتلبس الفريق بلبس مختلف في دور المجموعات اللي اتمنى انه يكون في تعاقد طويل الامد مع شركات تكون كبيرة نتمنى ان الحاجات ده فعلا في المريخ تتعامل بشكل متبيز وكمان حتى كل اندية الدوري الممتاز بالذات القمة السودانية عشان كده شركة جيفوفا شركة كبيرة جدا لبست المريخ قبل كده اندية كبيرة جدا في افريقيا بتلبس منها تصاميمة دايما افضل لبسة حتى مميز جدا خاماتها مميزة جدا حتى المريخ في الموسم الفاته الموسم القبله الخامات اللي جابهه كانت حلوة جدا فحنشوف شنون اللي حيحصل فيه الملف ده ده حديدا نشوف كمان التصاميم اللي مفروض هم يقدموها للمريخ في الموسم الجديد عشان يلعب بها دوري ابطال افريقيا وكمان حتى الدوري المحلي دي الاخبار اللي كانت قبل كده في اليومين الاخيرين عن المريخ على مستوى تمديد تعاقد وكمان حتى المعسكر والتمنيات اللي نحن نتمنى وكمان حتى مرد المريخ في الدورة الاولى ونجومه وكل الحاجات اللي ممكن تتكلمنا عنها نتمنى نكون دايما ممكن نتكلمنا بالتفصيل عن هذه النقاط المهمة جدا جدا اللي بتهم كل جمهور المريخ دوري بشكل عام بشكركم دايما على حسن المتابعة ان شاء الله دايما تهمين ولا أمين شكرا لكم